قامت قوات الدفاع الشعبي والعسكري بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات المميزة خلال شهر فبراير الماضي ونظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري مشروع إدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الشرقية بكافة أجهزتها التنفيذية بحضور عدد من طلب جامعة الزأزي للوقوف على مدى جهزيتها واستعداداتها بما لديها من إمكانياتها لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض سيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها في ظل الظروف الراهنة السابقة كما نظمت قوات الدفاع الشعبي والعسكري عددا من الزيارات لطلاء أعمصر من طلبة الجامعات والوزارات والمدارس العسكرية إلى عدد من الوحدة العسكرية والمشروعات التنموية القومية العملاقة وعلى جانب آخر نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الثانية عشرة بجامعة سهاج والندوة التثقيفية سبعة عشرة بجامعة السويس